اشتركوا في القناة انهم يعرفون كل شيء تقريبا عن داء السكر ولكن ربما يكون كل ما يعرفونه هو انه يؤثر على نسبة السكر في الدم ومع ذلك هناك العديد من الاعراض الاخرى مثل العطش المفرط والرؤية غير الواضحة والتقرحات والتي لا يعرف الجميع ومن المهم ايضا معرفتها اليكم ثلاث علامات للكشف عن مرض السكر والحيل لمعالجتها في الوقت المحدد مشاكل في السمع الكثير مننا يعتقد ان سبب مشاكل السمع لدينا هي شيخوخة ومع ذلك يمكن ان يؤثر مرض السكر ايضا على السمع ويكون هو السبب في استمرارك في زيادة حجم جهاز التلفاز كشفت دراسة اجرها المعهد الوطني للصحة ان فقدان السمع يمكن ان يحدث بسبب مرض السكر عندما تكون مستويات السكر في الدم اعلى من المعدل الطبيعي فانها ترتبط بزيادة بنسبة ثلاثين بالمئة في فرص ضعف السمع يعتقد الباحثون ان الاوعية الدموية والاعصاب في الاذن تضعف بسبب مرض السكر التغيرات في الجلد نعتقد جميعا ان التغيرات في الجلد سببها الرئيسي تقدمنا في العمر ومع ذلك فان مشاكل الجلد مثل البقع الداكنة وقاصة عندما تظهر على الجزء الخلفي من الرقبة او المرفقين او المفاصل هي علامة على وجود مستويات عالية من السكر في الدم تعود التغيرات الى حالة تسمى نيجين اكنتوسيز وغالبا ما تكون نتيجة لمرض السكر ترتبط مستويات السكر المرتفعة في الدم بتطور خلايا الجلد والميلانين وبالتالي يصبح الجلد في اجزاء معينة مصطبغا اكثر الحكة المستمر اذا لاحظت ان هناك اجزاء معينة من جسمك تتسبب في الحكة بشكل مستمر فمن المحتمل ان تكون احد الاعراض التي تعاني من مرض السكر مرض السكر يؤثر على الدورة الدموية والتي تسبب جفاف الجلد والحكة اذا لم تساعد المراطبات في تخفيف الحكة يجب عليك زيارة الطبيب في بعض الاحيان عندما يكون المرض شائع للغاية قد نعتقد اننا نعرف كل شيء عنه لكن في بعض الاحيان لا يكون الامر واضحا تماما هل كنت تعلم ان هذه هي الاعراض غير المعروفة لمرض السكر اخبرنا في التعليقات الى هنا احباءنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو نشكركم على المشاهدة وللمزيد اشتركوا بالقناة ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد الى اللقاء